اشتركوا في القناة وعجل فرجعهم وعال أعداهم صاحب الزمان عليه السلام ذلك الغريب المحروم من رؤية شيعته بسبب غفلتهم عنه لكن هل هو محروم عن كل شيعته لا أبدا هناك من يرى الإمام ويلتقي به ويستعنس به والإمام يستعنس به سلام الله عليه وهناك من يدخل على عادته ليرى إمام الزمان عليه السلام في الضريح المقدس ويرى ما يفعل الإمام سلام الله عليه هذه من النعم الكبرى على كل أحد إذا الله خصه بهذه النعمة العظيمة أنه عندما يدخل في مجلس يرى صاحب الزمان في مجلس ما يسلم عليه يسمع صوته ربما يتحدث معه هذه أعظم النعم لماذا نحرم منها لغفلتنا عن إمام زماننا لذنوبنا التي حجبتنا عنه لهذه النفس الضيقة التي لا تستطيع أنها تواكب الحياة كل شيء يضيغ على هذه النفس عليك أن تجعل نفسك تسعى العالم أجمع عليك أن تكون ذا صدر رحب هنا تكون البشارة والبشرة والابتسامة لا تفارق وجهك حتى أنه علي عليه السلام لأنه يتبسب في وجوه أصحابه قالوا يعني هكذا ذكر أنه امرأ تلعاب يعني أعابوا لأنه كان يبتسم بوجه محبيه وشيعته فأيضا نأفهم أنه الكلمة طيبة صدقة والابتسامة صدقة أيضا سعة الصدر وانشراح القلب له معنى كبير عند المؤمن مع المؤمن الآخر الذي حوله وقعت هذه اليوم واقعة أجيبة وغريبة وحقيقة تحتاج إلى تأمل كبير كل واحد منا يحاسب نفسه هذه الليلة لماذا لم أكن أنا كالسيد بحر العلوم لماذا نحرم نحن من الذي كان يراه السيد بحر العلوم وغيره من العلماء أو من أفاضل الناس أو من أوليائهم على عادته ذهب السيد بحر العلوم إلى حرم أمير المؤمن عليه السلام مستعنسا بزيارته وذكره فعند دخوله دخل وإذا رأى العجب العجاب رأى نور الله عز وجل في أرضه اللهم صلى على محمد وعلي محمد وعجل فرجه ولا عن عده ماذا رأى رأى هنا نور الله عز وجل رأاه عندما دخل إلى حرم أمير المؤمن عليه أفضل الصلاة والسلام بدخوله ونظرته وإذا يرى صاحب الزمان عليه السلام جالسا عند رأس أمير المؤمن عليه السلام ويقرأ القرآن بصوت شجي يأخذ مجامع القلوب فنظر وإذا يرى ذلك النور جالسا عند رأس أمير المؤمن عليه السلام ويقرأ القرآن بصوته الشجي الجميل ورد أن زين العبد عليه السلام كان يقرأ القرآن فكان الطير وهوام الأرض ووحوشها تبكي لجمال صوته البشر يقف وينقسم إلى صماطين السوق يتوقف عن الحركة فقط يسمعون تلك التلاوة تلك القراءة قراءة أهل البيت عليه السلام ويبكون ولا يعملون فهنا يقوم الإمام ويذهب إلى الداخل حتى أنه لا يشغلون عن عملهم فهنا الإمام مهدي عليه السلام ذلك هو نفس الصوت الصوت النور إلى المحمد عليه السلام فعندما كان يقرأ القرآن بصوت شجي عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام وهو يبكي وينعى أميرهم عليه السلام يقرأ له القرآن وإذا ينظر سيد بحر العلوم فيرى ذلك الموقف الرهيب مباشرة قرأ بيتا من التعزية وهو شعر شعر بالفارسي أنا ما وجدت له تفسير أو شرح واضح يعني أنا استعنت ببعض الأخوة جزاهم الله خير حاولوا أن يوصلوا حاولوا أن يوصلوا ذلك حاولوا أن يوصلوا ذلك إلى السيد بالمعنى لأنه الشعر كان يعني من الواضح أنه بليغ جدا فأنا حاولت أن أتواصل مع بعض الأخوة لشرح ذلك أوصلوا له إجمالا ماذا يقول يقول ما أجمل صوت قارع القرآن الذي أخذ بمجامع القلوب خطف القلوب سرق القلوب إلى محبته إلى لب الألباب أخذ اللبع من مكانه إلى نحو الإمام سلام الله عليه هكذا هو ذكر يعني الناس اجتمعت حوله وقالهم من هذا الذي فعل ذلك الذي أخذ لبع العقول وخطف القلوب والأبصار من جمال صوته فابتسم ونظر إلى الإمام سلام الله عليه لم يجده فهنا حاولوا أن يعرفوا منه ذلك ما أجابهم لماذا لأنه كان يحفظ السر الذي يحفظ السر الإمام يتواصل معه الذي يبيح سر الإمام الإمام سلام الله عليه ينقطع عنه هكذا هو الوارد فهنا هذه أجمل شيء على الإنسان أن يدخل يزور حرام أمير عليه السلام هذا هو العمل الذي يعمل صاحب الزمان إن كشف لنا وأرانا إياه السيد بحر العلوم يقول هكذا كان يفعل صاحب الزمان عليه السلام بصوت الشجي الآن نسمع بعض القراء الشيعة الكرام زمان الله خير عندما يقرأون تخشع القلوب لهم وتبكي العيون تدمع العيون فما بالك الإمام الذي تخشع له القلوب من جمال صوتي ويقرأ القرآن بصوت عالي عند أمير أمير أفضل وصلاة والسلام فهذه كلها لنا نحن حتى نفهم كيف نتعامل مع المعصوم صلاة الله والسلام وعليه